التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينيتش ووجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن التعاون مع دول حوض النيل يمثل أحد أهم ثوابت العمل المصري الأفريقي المشترك خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من إمكانات بشرية وخبرات فنية ومؤسسية متنوعة في مجال الموارد المائية وغيرها من المجالات بما يسهم في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية المشتركة التي تعود بالنفع على القارة الأفريقية جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ورئيس المخابرات العامة ووزير الموارد المائية والري أعلنت اللجان العامة بمحافظات الجمهورية نتائج محاضر فرز اللجان الفرعية بالانتخابات الرئاسية 2024 وشهدت الانتخابات التي أجريت على مدار ثلاثة أيام إقبالا كثيفا من قبل الناخبين ونافس خلالها أربعة مرشحين حيث تمت تحت إشراف قضائي كامل تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وأيد القرار ثلاثة أربع أعضاء الجمعية العامة المؤلفة من 193 عضوا هذه الخطوة حيث صوتت ضد القرار إلى جانب إسرائيل ثماني دول أخرى وأيدت 153 دولة القرار فيما امتنع 23 دولة عن التصويت من جانبه قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة لياض منصور إن الولايات المتحدة لا يمكنها الاستمرار في تجاهل هذه القوة الهائلة من رفض المجتمع الدولي للعدوان الإسرائيلي وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قال مندوب مصر بالأمم المتحدة أسامة عبد الخالق إن ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة سيدخل المنطقة في حرب إقليمية وأكد مندوب مصر في الأمم المتحدة أن العدوان الإسرائيلي على غزة أدى إلى انهيار النظام الصحي والإنساني في القطاع مشيرا إلى أن مشروع القرار العربي الجديد يطالب بحماية المدنيين ووقف الإبادة الجماعية وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه العنيف على قطاع غزة وأوضحت مصادر فلسطينية استشهاد عدد من المواطنين في قصف إسرائيلي على منازل المواطنين بخان يونس مشيرة إلى وجود اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال المتوغلة في خان يونس يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الإسرائيلي مقتل ثمانية عسكريين بينهم قائد كتيبة في المعارك الدائرة شمال قطاع غزة اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة وأوضحت مصادر فلسطينية من قوات الاحتلال حصرت الحياة الشرقي لجنين بعد تجدد الاشتباكات مع المقاومة مشيرة إلى أن الاحتلال عزز آلياته وجرفاته في المنطقة وفي بيت لحم أصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الذي داهم عددا من المنازل واعتقل العشرات قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن مستشاره للأمن القومي جيك سوليفن سيسافر إلى إسرائيل هذا الأسبوع لإجراء محادثات مع حكومة الحرب الإسرائيلية بشأن الأوضاع بقطاع غزة وأكد بايدن في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الأوكراني فلاديمير زيلانسكي إن سوليفن سيؤكد التزام الولايات المتحدة تجاه إسرائيل وكذلك الحاجة إلى حماية أرواح المدنيين في غزة وكان بايدن قد حذر في وقت سابق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو من خسارة إسرائيل للدعم العالمي في حربها بقطاع غزة بسبب قصفها العشوائي للقطاع أقرى مجلس العموم البريطاني مشروع قانون يتيح ترحيل مهاجرين إلى رواندا قال رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك إن حكومته ستعمل الآن من أجل إدراج هذا القانون بما يتيح إقلاع الرحلات إلى رواندا ووضع حد لقوارب المهاجرين الوافدين عبر محل المنش انتهى موجز التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل